بسم الله الرحمن الرحيم نواصل في شرح الدرس الأول من التحكم الآلي ونتكلم هنا عن تحويل لبلس للأمبالس فنكشن نقول أنه هو نذكر بالبالس فنكشن قلنا أنه هو نبضة مدتها T0 وقيمتها A over T0 فإذا T0 مدتها لأمبالس فنكشن هذا يصبح أمبالس يعني يصبح نبضة في السفر وبالتالي الأمبالس فنكشن It can given by this equation Since the higher of the أمبالس فنكشن is A over T0 يعني المagnitude of the أمبالس فنكشن is A over T0 and the duration is T0 بكل بساطة الاريا هي يعني المساحة مساحة يعني هذه النبضة وهي العرض في الطول يعني T0 مضروب في A over T0 equal to A وبالتالي الـ A هذا هو التحويل لـ plus بكل بساطة للـ Unpalace function هذا الـ 0 approach to 0, The higher AT0 approach to infinity but the area under the Ampels remains equal to A وبالتالي Laplace transform of the Ampels function can be given by this equation We can convert and to prove this equation we can convert this quantity E s minus s as flu نعرف أن وبالتالي نعطيها في شكل هذا يصبح سوف eso سوف يصبح تم ماذا سوف AL سوفي وأيضا سوف pla aç فر Today مثلما تكلمنا على مثلما تكلمنا على ونتكلم الآن على يعني إذا كان المغنيتود هنا إذا كان سلوب هنا وإذا كان المغنيتود هنا نسميه فبالنسبة للنسبة هذه هي خصائصها يعني يعني تأخذ صفر كلما كان تدفيند تزيرو يعني إذا المغنيتود هذا لكن الاريا يعني وعندي تكامل ماينس انفينيتي تو بلاس انفينيتي اللي هي تتكلم على الاريا إكول تو ون هذه هي يعني أهم الخصائص للنباليسة فانكشن شكرا لك 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 لك